لكن النهاردة في استعراض للعديد من المباراة اليورو بالتأكيد بدأ خلال الاسبوع الماضي لكن الدور المصري عاد من جديد بعد نهاية فترة الاجندة الدولية النهاردة في مبارتين في الدور المصري مباراة الساعة سبعة هتجمع فريل انتاج الحربي مع طرائع الجيش وبالتأكيد مباراة مهمة جدا للطرفين الانتاج الحربي بيسعى قادر انكال الفوز واحراز اي نقاط للابتعاد عن شرح الهبوط ايضا في نفس التوقيت بيرامدز عيواجه سموحة الساعة سبعة ايضا وهي المباراة الاخيرة لبيرامدز قبل الصفر الى المغرب او بالتأكيد قبل قصد الاستعداد لمباراة الرجاء المغربي المباراة اللي بالتأكيد هتكون لقاء الزهاب يوم الاحد القادم لكن بالنسبة لليورو النهاردة مباراة المجموعة الاخيرة في بطولة اليورو وبالتأكيد هي اقوى المنافسات واقوى المجموعات المجر الساعة ستة بعد الحالة مباشرة المجر في مواجهة مع البرتغال في مواجهة ألمانيا مباراة كبيرة جدا بين فرنسا وألمانيا بالتأكيد الكل يكون حريصة على مطابعتها الساعة التاسعة مساء مباراة قوية مباراة صعبة وهذه المجموعة وصفت من خلال أراء كل المحللين مجموعة الموت في بطولة اليورو خلال هذا العام